أمر جيد أن تتعاون الدول فيما بينها بهدف مكافحة انتشار تجارة وتعاطي المخدرات نقول ذلك تعليقاً على ما أعلنه أثناء زيارته إلى بغداد وزير الأمن البريطاني توم تونغدات إذ تعهد بتقديم المملكة المتحدة مزيداً من الدعم للقوات الأمنية في العراق لمساعدتها في مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات الحكومة البريطانية ترى بحسب وزيرها للأمن أنه غالباً ما يكون هناك تداخل بين المخدرات والاتجار بالبشر وجرائم العنف وأن تلك الجرائم تشكل شبكة تهديد خطير ليس للعراق فحسب بل وللمنطقة والعالم أيضاً لسيما بعد أن أصبح العراق خلال السنوات الأخيرة ممراً مهماً لتهريب المخدرات وخصوصاً حبوب الكيبتاجون التي تنتج على نحو كبير في سوريا وكذلك فقد ظهرت مؤشرات تفيد بأن العراق قد أصبح مكاناً أيضاً لإنتاج هذه الحبوب المخدرة بعد اكتشاف مصنع لإنتاجها في محافظة المثنى غير أن النوايا الصالحة لا تكفي وحدها لإنجاز الأهداف الخيرة التي تحدث عنها الوزير البريطاني بحسب ما يؤكده ناشطون عراقيون فحكومة بغداد التي ستقدم لها بريطانيا الدعم لمكافحة المخدرات تتكون بالأساس من قوى الإطار التنسيقي وهو تحالف يضم الميليشيات الموالية للنظام الإيراني وحليفه في سوريا وبالنظر إلى تصريحات سابقة لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري أقر فيها بأن المخدرات تأتي إلى العراق من مصدرين أساسيين هما إيران وسوريا فإن الصورة تصبح أكثر وضوحاً كل الحدود الدولية حدودنا مع الجمهورية الإسلامية يدخل منها تهريب حدودنا مع الجمهورية العربية السورية أيضاً يدخل منها تهريب فالميليشيات في العراق تهوالي نظام طهران وتدعم نظام الأسد في دمشق وتسيطر في الوقت نفسه على المنافذ الحدودية مع الدولتين وبالتالي فإن انتشار المخدرات وتجارتها في العراق يصبح أمراً طبيعياً بل إن كثيراً من الناشطين يتوقعون أن تستخدم أي مساعدات دولية في دعم تجارة المخدرات بدلاً من محاربتها ولم لا؟ والحكومة المفترض بها حماية الشعب أكثر أحزابها توالي وتدعم منتجي المخدرات في كل من سوريا وإيران